السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم في كل يوم سبت وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج هتظهر لحضراتكم على طول وبفكر حضراتكم أنه ممكن ترجعوا لمحتوى حلقتنا أي موضوع أنتوا عايزينه سواء على حساباتنا على الفيسبوك أو على اليوتيوب تكتبوا بس كده اسم الموضوع هتلاقوا ويحكى أنه طبعا وهتلاقوا بقى الكلام يطلع لكو على طول الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ضربة الشمس وده كان موضوع مهم جدا الحقيقة وتوقيته كمان مهم جدا عرفنا إيه هي ضربة الشمس عرفنا أسبابها خطورتها أعراضها وكيفية التعامل معاها سواء التعامل يعني الفوري أو بعد كده لما بنذهب للمستشفى المستشفى بيعملوا إيه؟ وده كان موضوع مهم قوي ومهم يعني أهم ما في هذا الموضوع أن الناس تستوعب وتفهم أن ضربة الشمس دي حالة مرضية طارئة وخطيرة النهاردة هنكلم حضراتكم عن موضوع برضو له علاقة بالحرارة المرتفعة للجو موضوعنا الأول في حلقة النهاردة هيكون عن حروق الشمس الحروق اللي بتحصل نتيجة التعرض للشمس يلا بينا نشوف التقرير اللي احنا صورناه عن هذا الموضوع ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتنا روق الشمس بتحصل بسبب أن أنا بتعرض لشعة الشمس للفترة طويلة وما بخارجها من البيت مش حتى كريمات مش لنبسة كان والله هو المفروض أن احنا بنحصل نفسنا وبنحصل ولادنا الشمس بتبقى في الفترة دي شديدة شوية فبتمل زيتها جايت كده في الوش حتى البشرة العادية حتى الإيد تلاقي زي كرمشت منك شوية من الوقت اللي هو من 12 لغاية واحدة بنص ده أكتر وقت هي بتحصل بسبب درجة الحرارة العالية متجمع من المدرسة النزول طول اليوم من المواصلات وبالذات لو من بقى الناس تركب من يباصوا الحاجات دي فأكيد طبعا نازم تحصل حروق الشمس درجة الحرارة هي السبب في الحاجات دي كلها بتعمل ضرر يعني تبقى ضرر الأصلا للوش يعني البشرة نفسها يوم أو يومين ممكن تزهر مش على طول يعني أول ما تروح تقولي أنا ما تأثرتش بالشمس خالص بالرغم أني بعد يومين تلاقي فعلا فيه حاجة جا عادت شوية كده من كتر ما انت تعرضت في الفترة دي للشمس فيه مشارات حساسة ممكن بت من أقل حاجة بتلتهد ممكن تتحرق بجد فعلا فبضطر ناقي لولادنا يعني هما دول حياتنا فإحنا بالنسبة لنا ما فيش مشكلة بتعودين على كده فبتبقى الحسب الحروق مثلا يعني ممكن مثلا فيه حرق أنا ممكن مثلا روح سيدالية أجيب مخلن حاجة أعالجه وبس الأفضل أنا روح مثلا مستشفى أو الكلام ده كله أن أنا أعالج نفسي ماشي من الحرق ده هي بتحسي مثلا وشك بيحرائك كده مش مش فجأة يعني مش فجأة بتحسي أنهو تحرق بتحسي أن فيه حروق بتحسي أن ملتهب تيجي تخصدية تحسي بيحرق تحسي بدأ يعمل يقشر كده حرقان جامد حتى لو حاولت تبلي جسمك أو كده مش بيروح بس طبعا هي وانسي أنك بدي بتري تستخدم مراهم أنت ممكن تحطي مرهم فلانة الفلانية قتلك ده جميل وشلي مش عارفها بوقع فلانية وهو ما يعملش معاك أي حاجة وأنا رأيي ما تنزليش أساسان لو حصل حرق كبير بنروح المستشفى النملة لو مثلا بسيطة أو كده وتعرضت لدربة الشمس بسيطة بتعملي بالماء أو التلب ده الحاجة إن إحنا نحط سان بلوك على وشنا لأنه هو يكيد بيحمينا كتير وبيمنع إن إحنا نسمر وكده ما بتعرضتش لشعة الشمس أو قلبي سكاب أو حط كريم كل ما هو يحافظ على ترتيب الجلد لأن درجة الحرارة دي إحنا مش متعودين عليها كل الشكر طبعا لتاقم العمل اللي صوروا التقرير برضو في الأجواء الحرة وزي الأسبوع اللي فات برجع وكرر الشكر لكل أصحاب المهن الخاصة اللي عملهم بيكون في أجواء الحر الشديد زي الأيام اللي احنا فيها دي زي عمال النظافة وعمال المخابز وعمال البنى والسائقين والباقعين في الأسواق ورجال الإسعاف ورجال المرور ورجال حراسة المنشآت ووصولا بكل تأكيد للزوجات والأمهات في المطابخ المنزلية اللي بيكونوا في درجة حرارة الحقيقة لا تقل في حدتها عن عز عز الشمس يعني هنبدأ كلامنا في موضوعنا الأول لحلقة النهاردة بعد ما شفنا التقرير وهو حرق أو حروق الشمس حرق الشمس من اسمه كده هو حرق بمعناه ومفهومه المعتاد يعني الناس ممكن تقول إيه حرق يعني الحرق اللي هو بتاع النار لا ما هو حرق النار حرق مواد كيمائية حرق الشمس هو مفهومه زيهم حرقة الشمس أو حروق الشمس زيها زي كل أنواع الحروق وبيكون معرض له أي شخص سواء الأطفال أو الكبار وده طبعا في حال تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة وتحديدا الأشعة يعني الفوق بنفسجية النوع منها اللي هو فوق بنفسجية واللي بتكون مكسفة جدا في الفترة من 11 الظهر إلى الرابع عصرا لفترة طويلة يعني مش أي حد هينزل الشمس هيجيله حرق الشمس لا هو لازم هي الشروط أن هو يكون يتعرض للشمس فترة طويلة جدا وتحديدا في الفترة ما بين 11 صباحا و4 عصرا تمام وهو ما بيكونش فيه بقى استعدادات لحماية الجلد ده أو إذا كان الجلد ده أصلا كان على حالة من الضعف تسمح باختراق أشعة الشمس الضرة له على فكرة الجلد لما بيبقى يعني هقول لكم حاجة حاجة تستغربوها شوي يعني الناس في المصايف مثلا الأطفال واللي بيكسلوا أنهم ما ياخدوا دش بعد ما ينزلوا المية يعني يقولوا إيه ما أنا هنزل تاني بعد شوية بقى مش كل شوية أخد دش وجود الملح على جسم الطفل أو الكبير يعني ده إذا كان نزل البحر أو وجود الكلور على الجسم من غير ما المية يعني تزيل هذا الملح أو هذا الكلور ده بيخلي الجلد على حالة من الضعف الناس اللي عندهم أنيميا مثلا بيكون جلدهم على حالة من الضعف الناس اللي عندهم نقص في الفيتامينات وتحديدا فيتامين بيه المركب بيكون جلدهم في حالة من الضعف وزي ما قلت لحضراتكم أن الكل معرض للإصابة بحروق الشمس كل الناس معرضة لكن أصحاب البشرة الصمراء أو الناس الصمر محظوظين أكتر أنهما الأقل عرضة للإصابة يعني كل ما البني آدم بقى لونه أميل إلى الصمار كل ما فرصة إصابته وحرق الشمس بتكون أقل وطبعا زي ما لسه بقول أن الكل معرض للإصابة ولكن الإصابات في الأطفال بتكون أكتر من الكبار يعني عدد الأطفال اللي ممكن يصاب أكتر بكتير من الكبار وده نتيجة إن جلد الأطفال بيكون أرق وحرق الشمس زي ما قلت لحضراتكم زي باقي أنواع الحروق إيه اللي بيحصل في الحروق؟ الجلد بيكون فيه أحمر وساخن وفيه ألم يعني الجلد بيكون مؤلم في الحالات الشديدة من الإصابة ممكن يظهر إيه؟ افتكروا كده لا قدر الله يعني الحروق أي حد شاف حتى المنظر بعد الشر عليك وهي ما يكونش مر بالتجربة سيش شاف المنظر ممكن يظهر على الجلد ده فقعات ممكن جسم المصاب تظهر عليه الأشعرة أو القشعريرة ترتفع درجة حرارة الجسم ككل يكون فيه ألم شديد في الراس شعور عام بالإعياء كل دي أعراض مرتبطة بالحروق ومنها حروق الشمس طيب هل الأعراض المصاحبة الأعراض المصاحبة لحرقة الشمس بتظهر مباشرة بعد التعرض الطويل للشمس مش احنا لسه بنقول إن عشان الحرقة الشمس دي تحصل بنكون قضينا فترة طويلة في الشمس من غير أدوات حماية أو يكون الجلد معرض للإصابة وفي الفترة من 11 الصبح إلى 4 العصر الأعراض بقى بتاعة الحرق دي بتظهر في ساعتها الإجابة لا علامات حرق الشمس بتظهر بعد فترة من 6 ساعات إلى 12 ساعة يعني بتلاقوها بقى على بالليل والغريبة يعني ده بداية الأعراض يعني ممكن بداية الأعراض تكون بعد 6 ساعات أو 7 ساعات لغاية 12 ساعة ذروة الأعراض يعني أعلى مستوى للأعراض بيكون خلال الـ 24 ساعة من بعد التعرض للشمس فهمته قصدي وده هنا مكمن الخطورة إن الناس ممكن تفتكر يقولك أنا هو كويس ما أنا كنت قاعد في الشمس بقى لي كتير قوي وما حصل ليش حاجة أو ولادي كانوا في الشمس ده كده تمام يبقى هم كده الحمد لله مش عصير لا العبرة مش بوقت التعرض العبرة إن الأعراض بقول لكم بتظهر من 6 إلى 12 ساعة بعدها وذروة الأعراض ممكن تظهر تاني يوم يعني أنتوا فاهمين طيب بالنسبة للعلاج علاج بقى حروق الشمس المفروض نعمل إيه في الحالات اللي بيكون فيها الجلد فقط يعني إنه هو أحمر وسخن ومؤلم ممكن نعالجه إحنا بنفسنا بشكل مؤقت نعالجه بنفسنا بشكل مؤقت بكرره بشكل مؤقت ليه؟ لأن العلاج في الحالة دي بيكون في صورة إن إحنا ممكن نحط كمدات بردة مثلا على مناطق الحرق أو حتى إننا نحمي الطفل بالماء الساعة بس بعد كده لازم الطفل ده يتعرض على الطبيب أو المكان الطبي وطبعا التخصص اللي معني بعلاج هذا الأمر بيكون تخصص أمراض الجلدية لأنه بيكون فيه علاج تاني بقى في صورة مراهم أو كريمات وأحيانا أقراص في حال كان عمر الطفل يسمح بدا وزي ما بقول لكم طبعا تخصص أمراض الجلدية ده إذا أتيح يعني غير كده بيكون تخصص بقى الطوارئ يعني قسم الطوارئ في أي مستشف بيتم العلاج على طول لكن في حال ظهور فقاعات من الأول بأكد ظهرت فقاعات أو كان فيه ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو ألم شديد في الرأس أو أشعارة أو شعور بالإعياء فلابد من التوجه إلى أقرب مستشفى فورا حد دلوقتي حالا يقول مستشفى مستشفى إيه؟ وليه هنكبر الموضوع كده؟ هقوله وأقول لحضرتك أهو الموضوع أصلا كبير لأن حرق الشمس الواضح لازم يعامل زي أي حرق شديد وإذا غطم ساحة واسعة من الجسم كمان لقدر الله فلازم الطفل المصاب يدخل المستشفى علشان كده برجوكم إنكم ما تستهونوش بالفقاعات اللي ممكن تظهر على الجلد في حالة حروق الشمس لأن الفقاعات دي كمان كمان غير خطورتها يعني غير إنها بتكون دلالة وإشارة على إن الحالة صعبة أو إن الوضع طارق ممكن الفقاعات دي لقدر الله لقدر الله تصاب بعدوة بكتيرية وتحتاج بقى للعلاج بجرعات كبيرة جدا ومكسفة من المضادات الحيوية ده غير إن الحالات الشديدة من حروق الشمس ممكن تصيب الجسم بالجفاف وده حالة خطيرة أو ممكن تصيب الجسم بالإغماء وأكيد ده برضو حالة خطيرة طيب يبقى دلوقتي لازم نعرف إيه طرق الوقاية من حروق الشمس إحنا ماشيناه منطقي طب نعمل إيه بقى عشان نتجنب هذا الوضع الخطير أول حاجة هي تجنب الأشعة الضارة من أشعة الشمس وتحديدا اللي اسمها الأشعة فوق البنفسجية والأشعة دي اللي هي ممكن على فكرة تنعكس على الجلد من خلال الرمل أو المية خلوا بالكم الحكاية دي يعني مش لازم إن انت تنزل المية عشان يجي لك حروق لا منت ممكن تبقى قاعد كده عادي ده بتنعكس كمان من على الأسفلت أحيانا يعني الناس اللي بيعودوا في الشوارع لفترات طويلة في ناس كده في أطفال كده خلاص بقى أجازة وبتاع فيقول لك أنا هنزل ما أنا في أجازة ولا مصيف ولا حاجة بيبقى واقف في الشارع كده بس فواقف بقى لابس حاجة كده درعات وبينة لابس شورت ولا حاجة فتلاقي هو الأشعة الضارة دي ممكن تنعكس من خلال الأسفلت يعني انتوا فهمين يعني مش لازم الموضوع ده مرتبط بالمصايف أو الرمل أو المية أو كده لأ تمام لازم كمان نستخدم مستحضرات الوقاية من الأشعة الشمس واللي بيبقى مكتوب عليها يعني SBF احنا تكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت ونخلي بالنا قوي ان احنا الرقم يكون فوق الخمستاشر خلاص مستحضرات الوقاية من الشمس دي مهمة جدا ومش رفاهية عز فيه ناس فاكرة ان هي دلعة يعني عشان للأسف للأسف شديد انا بقول للأسف وانا بتكلم في وسيلة اعلام جزء كبير قوي من المواد اللي بتعرض في وسائل اعلام وتحديدا في الافلام السينمائية وفي المسلسلات او حاجات زي كده رسخوا في وجدان كتير قوي من الناس بعض الحاجات الخاطئة خالص منها مثلا يعني دايما كانوا يجيبوا مشهد ان هما لما الناس يحطوا الكريم اللي هو الواقي من الشمس ده كان دايما بيبقى المشهد ده عبر عن ايه ان دي مثلا مثلا انا اقول مثلا شخصية العوب مثلا او اللي هي ناس بتضيع او واحدة اللي هي او واحد اللي هو ما بيجيبوش واحد كمان يعني دايما غادتا كان بتبقى يعني بنت او سيدة ويجيبوه ان هي الدلوعة اللي هي يعني بتحافظ على جسمها فالناس معزورة فيه ناس كتير قوي يقولك ايه احنا يعني زي الناس بقى اللي هما اللي بيدلعوا دول لا الموضوع مش كده الموضوع ان ده وسيلة وقاية حقيقية فللأسف في العقل الجمعي عند كتير من الناس تعاملوا مع هذا الامر على انه حاجة يعني ملاش لازمة فانا بقولكوا لأ دي مستحضرات دي في غاية الاهمية دي مستحضرات طبية دي اسمها مستحضرات الحماية مش يعني مش بنعملها كده يعني مش رفاهية خلاص وخصوصا كمان للاطفال يعني الاطفال والكبار والرجالة والستات اصفير الجالة او شباب يقولك وانا معقولة يعني انا راجل محترم احط كريم برق مية يا عم حضرتك هتنزل المية او اطاعت لا لازم تعمل كده وعلى فكرة الحاجات دي كمان في منها انواع دلوقتي مصرية دي يعني عشان تبقوا عارفين فيعني ما بقتش بس كلها انواع مستوردة او كده الانواع دي بتتحط قبل الخروج بنص ساعة واغلب الانواع بتكون ضد المية صحيح ولكن لازم يعاد وضعها على الجسم كل ساعتين او اربع ساعات وزي ما قلتلكم قبل كده الجزء اللي بيتحط ميبقاش كتير انا فاكر في حلقة الاسئلة ما يبقاش كتير او حلقات الاسئلة مش لازم نخلي الطفل ده عبر عن حاجة بيضة كده لا هي يعني كمية معقولة جدا وبنحطها على جسمه وعلى رقابته وعلى وشه والكلام ده كله لازم كمان الاهتمام بالاستحمام زي ما لسه قايل من شوية بعد الخروج من المية سواء كانت البحر او حمامات السباح لبس نحنا نلبس هدوم قطن خفيفة مع كمام وشرطات طويلة وظاهرة بقى حكيت جلوس الاطفال يعني انا شخصيا شفت ده يعني تبوس لو اطفال قاعدة بالمية ما هم قاعدين على البحر فهيقضوا بالمية فتلاقيهم قاعدين بالساعات الحقيقة يعني هو لابس المية وكده بس ومرمي بقى كده في الشمس دي صاهرة خطر جد لازم كمان نستخدم الشماسي يعني او نقعد تحت الشمسية نحط الطفل في الضل اطول فترة ممكنة وعدم التمادي في الوجود على الشواطئ او على حمامات السباحة زي ما لسه بقول لكم حمامات السباحة المكشوفة يا تمام كمان لازم نلبس الاطفال بورنيتا او كاب بيكله حروف يعني ما تكونش صغيرة حروف عشان تمنع ان الشمس تخبط في وشه وطبعا في اهمية كبيرة جدا ان احنا ما نعرضش الطفل الاقل من 6 شهور لاشعة الشمس بشكل مباشر ده كان موضوعنا الاول في حلقة النهاردة وكان عن حروق الشمس على فكرة حلقة الجاية هنتكلم برضو عن حاجة ليه علاقة بالمصايف بس هخليها بالحلقة الجاية احنا دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع نتكلم في موضوعنا التاني في حلقة النهاردة يحكى انه مازال متواصل اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة من يحكى انه اتكلمنا في الجزء الاول عن حروق الشمس وكل ما يجب معرفته عن هذه الحالة وكيفية التعامل معاها وكيفية الوقاية منها دلوقتي احنا في الجزء التاني وموضوعنا التاني هيكون الحقيقة الطلب مني كتير جدا جدا لما يكون فيه زوج وزوجة والزوجة حامل وعندهم طفل او طفلة والزوجة الحامل دي يعني اللي هو بقى فكرة الغيرة الطفل يعني اللي موجود دلوقتي هيغير من المولود والحاجات اللي زي كده فالحقيقة ان الموضوع ده كتير يعني كبير يعني له جوانب كثيرة لكن اغلب الاسئلة كانت بتيجي على مرحلة محددة ايه هي يعني فيه ناس تقول ايه هو مفروض ان احنا بنجهز الطفل للتعامل مع هذا الامر الطفل اللي هو ابننا او بنتنا قبل ما الحمل يحصل بس فيه ناس تقول ايه طب يعني لما الحمل يحصل صحي كده وفيه ناس فالاهتمام كله كان بايه بقى تجهيز الطفل في مرحلة الحمل او مرحلة ما بعد الحمل اللي هي مرحلة الولادة النهاردة احنا هنأتكلم مع حضراتكم عن موضوع ان نجهز كيفية استعداد الطفل لاستقبال مولود جديد في مرحلة حمل الام يعني والام حامل والمرحلة دي الحقيقة مرحلة حساسة جدا وحرجة جدا لكل الاطراف يعني للام وللأب وللطفل الجنين مبسوط قاعد جوه ومبسوط وبينمو على راحته زي الفل سيب نحن بره بقى حطتنا احنا في الكورنر ده والمفروض ان احنا نتصرف علشان كده عايز اقول لحضراتكم نصائح عن كيفية التعامل مع هذه المرحلة المرحلة دي مبدئيا لازم نعرف انها عبارة عن اربع اجزاء الاربع اجزاء دول عبارة عن ايه اول تلت شهور من الحمل المفروض بنعمل ايه مع الطفل يعني والام حامل بقى المفروض دي الام والاب بيعملوا ايه المرحلة التانية تاني تلت شهور من الحمل المرحلة التالتة اخر تلت شهور من الحمل والمرحلة الرابعة يوم الولادة خلاص كده طيب خلال اول تلت شهور من الحمل المفروض حضرتك كأم حامل وحضرتك كأب تعملوا إيه مع ابنكم أو بنتكم اللي عنده بقى سنتين عنده ثلاثة عنده أربعة عنده خمسة اللي هو بقى عملكوا كده تعملوا إيه يلا نقول في أول ثلاث شهور هناك ضرورة لإخبار الطفل إنكم في انتظار أخ أو أخت له خلال تسعة شهور ولا يجب حدوث أي تغيير في معاملة الطفل معاملة الطفل ده مفيهاش تغيير على سبيل المثال إن احنا نتجاوز عن أخطاءه مثلا خلاص يعني يبقى بيعمل غلط وفجأة ما نعمل نفسنا بقى خلاص بقى عشان هو أصله بعد كده هيغير هو بعد كده هيبقى عصبي أو هو حاسس إن في حاجة أنتوا مش عاملين عاملة أنتوا مش عاملين حاجة غلط هو أنتوا تقولوله بشكل واضح وصريح أنت حبيبي أو أنت يا حبيبتي هيجي لك أخ أو هيجي لك أخت أو هيجي لك أخت خلاص ولا يجب الحديث عن توقع المولود بصيغة توحي بأن فيه مشكلة يعني أنتوا فاهمين قصدي اللي هو تعالى حبيبي احنا فيه موضوع كنا عايزين نتكلم معاك فيه وإحنا واثقين أنك هتتقبله بشكل كويس وإحنا مش يعني المقدمات دي هي اللي بتعمل المشكلة على فكرة خالص ما فيش أنتوا مش عاملين حاجة غلط فاكرين يعني في مرة مرات كده جبنا سير كان فيه سؤال على الموضوع ده فاللي هو إيه إن إحنا المفروض نسأل الطفل ها تحب لي بعمدك أخا أو أخت قلتلكم نديم الأخطاء الشائعة جدا إن إحنا بن يعني حاجة مصيرية بنطلب منها بنطلب قرار الطفل إزاي إحنا بنهزر يعني فقدروا الطفل قال لا يعني فما ينفعش أصلا نطرح السؤال ده عطف ده قبل كده يعني لازم نتوقف عن إخبار الطفل بحاجة بقى مهمة قوي كل الأمات قلت بقى بيعملوا حكاية دي اللي هو إيه رغم إن هيجي لك أخا أو أخت مع إن هيجي لك أخا أو أخت فإحنا الأب والأم يعني هنفضل نحبك وهتفضل إنت المفضل عندنا ده تفسيره بيبقى عجيب الشأن عند الطفل الطفل أولا بيحس إن عدم الحب أمر وارد في مواضع أخرى يعني اللي هو إيه رغم إن شعار في إيه يعني يحصل بس هنفضل نحبك خلاص ومفيش أي سبب تخلي الطفل يتقلق كلام ده اللي هو إيه يعني إحنا هنفضل نحبك ليه يعني هو إيه اللي جاب الحب في الموضوع ولا يجب زيادة الرومانسية في التعامل مع الطفل أنتوا فاهمين قصدي يعني الطفل نبتدي نتعامل بقى بالرومانسية ونبتدي بقى نطبطب عليه أكتر والأم تحتضنه أكتر وبتاع عايزة تحسسه بقى بالحنان اللي هو إيه اللي هو هيفتقد جزء منه بعد كده الموضوع مش كده هو أنت لما ربنا يقومك بالسلام إن شاء الله أنت وزوجك يعني الأم والأب هتلاقوا عندكم كده الحنان ده تضرب في اتنين على طول والاهتمام تضرب في اتنين والإحساس بالمسئولية تضرب في عشرة يعني فاهمين قصدي الطفل يا جماعة لما منتعامل معاه بالأخطاء اللي أنا لسه إيهل عليها دي هيقوم بالربط ما بين قدوم المولود الجديد وضرورة معاملته بالطريقة اللي أنتوا استحدستوها دي بشكل دائم فاهمتوا قصدي يعني لو أخلاق بقى ما هو أنا ربط هو عشان فيه هم قالوا لي أني فيه حد جاي وهو على فكرة ممكن سنه يبقى مستوعب يعني إيه بيبي ويعني إيه نونو يعني إيه مش عارف إيه خلاص بس كده أنتوا اللي جبتوا لنافسكوا بقى يبقى أنا عايز بقى حنية عايز تغاضي عن أخطاء عايز تعامل برومانسية عايز كلامنا كله بالصفة عامة لا يجب أن يشعر الطفل بأي تغيرات سلوكية من الأم والأب لأنه هيكون مقتنع إن سبب التغيرات دي هو المولود الذي لم يظهر بعد مما يجعل الطفل الأكبر على حالة من اليقين من ضعف مكانته هو أو تأثيره هو فهمتوا قصدي؟ قالوا يعني إيه التغيرات دي حصلت بسبب حد لسه مجاش والحد ده صغير ولا حول له ولا قوة كده الله قد كده أنا ضعي قد كده أنا ما خلتهم شو هما يتعاملوا معي بالطريقة دي قد كده أنا مجدتش مقنع بالنسبة له فهمين قصدي؟ ده أول ثلاث شهور طيب ثاني ثلاث شهور نعمل إيه من الحمل؟ اللي هما الشهر الرابع والخامس والسادس الحقيقة أن دي المرحلة المزعجة بقى فعلا ليه؟ يعني أول ثلاث شهور مش قوي إنما الثاني ثلاث شهور دول طيب مرحلة مزعجة ليه؟ لأن الطفل ما بيبقاش فاهم يعني هو فهم الموضوع فهم إن فيه طفل جاي إنما فيه مولود جاي هيجي بالسلامة إن شاء الله ولد أو بنت إنما هو لسه مش فاهم أسباب تغيراتك أنت بقى المزاجية مثلا بقى هنتوا في الحمل بيحصل لكو تغيرات كده مزاجية أنا بقول تغيرات مزاجية بقى يجي كده بقى مش حاجة تانية خلاص بيبقى عندكو تغيرات مزاجية أو عدم القدرة إن اكتشي ليه مثلا لفترات طويلة خلاص هو مش فاهم إيه السبب علشان كده لازم أولا يكون الأب عنصر مساعد بقى في الفترة دي في تعويض ضعف قدرة الأم وخاصة مع بداية ظهور الحمل عليها كمان لازم يعني مثلا لو هو عايزك تشيليه وانت مش قادرة وده من حقك على فكرة وانتعمليش حاجة ضد مصلحتك أو مصلحت الجنين هنا بقى الأب تعال يا حبيبي أنا هشيلك أنا هعمل انت مش انت كبير بقى خلاص بطلنا حكاية تشيل دي ومش عارف إيه بتا عايز يلعب وانت ملكيش مزاج للعب تعال أنا هلعب معاك أو انك لو الأب مش موجود يعني أو في شغل أو كده تشرحي له انت تبلاش دلوقتي أنا دلوقتي تعبانا شوية طب إيه رأيك نعمل حاجة تانية خلاص إنما ما تعكسيش تغيراتك المزاجية كمان على الطفل كمان لازم تكوني واضحة من غير عنف زي ما بقولوا واضحة في حال مثلا عدم الرغبة في الكلام حتى أحيانا الأطفال في العمر ده اللي هو ثلاث سنين واربع سنين يبقوا يعودوا يتكلموا ومتوقعين مننا ردود خلاص فلازم تكوني واضحة إن انت مثلا مش قادرة تتكلمي دلوقتي أو مش قادرة تلعبي معها دلوقتي أو زي ما قلت مش قادرة تشيلي صح كده دي تانية ثلاث شهور آخر ثلاث شهور من الحمل هي مرحلة الاستعداد للولادة وهنا توطر الطفل بيكون موجود نتيجة إحساسه إن فيه حدث كبير هيحصل هو لسه مش فاهم أبعده قوي أو ملابساته في المرحلة دي والفترة دي بقى اللي هي آخر ثلاث شهور من الحمل بتكون فرصة عظيمة جدا لبداية الربطة النفسية بين الطفل والجنين الله إزاي هقول لكم خدوا معاك وإنتوا بتشتروا حاجات المولود مثلا بتشتروا له هدوم وبتشتروا له المستلزمات بتاعته خلاص وقلوله وبتدوا دايماً اربطوا إنت لما كنت صغير إحنا كنا بنجيب لك الحاجات دي ده هو بقى بص ده هو أنت بقى إيه هنجيب له الألوان دي اللي أنت بتحبها أو اللي أنت الألوان بتاعتك دي عشان هو كمان أكيد هيحبها ابتدوا اربطوا ما بين الاتنين فاهمين قصدي لما تبقي مثلاً وريه له صور الموجات فوق الصوتية هو طبعاً مش فاهم حاجة ولا أنتوا يعني لأ أنا آسف ولا أنتوا شايفين حاجة بس اللي هو نبدأ لقولي الله ده بص ده هو ده كان شكلك كده برضو وهكذا نبتدي ممكن ناخد الطفل معانا نصطحبه معانا في زيارات الطبيب خلاص هيبتدي يشوف أمهات تانيين في مراحل حمل مختلفة فيشعر أن الموضوع مش خاص بيك أنت لوحدك يعني يعني مش أنت بس اللي عملة الحكاية دي وزي ما قلت نتوري له صور الحاجات الموجات الصوتية وهكذا ولازم في المرحلة دي نأجل أي خطوات كبيرة في حياة الطفل يعني على سبيل المثال مثلاً لو هو جي الوقت اللي هنعلمه فيه التحكم الإراضي في تباول والتبارس لا مش وقته في آخر تشعور من الحمل ده لا خلاص أو إن احنا نوديه حضانة ده برضو لا اللهم عايزين يبعدوني عن البيت ليه وما أنا كنت قاعد في بيتنا وبتا لا ما حبكتش يعني تودو حضانة في آخر تشعور من حملك لا ده غلط خلاص أنا بضرب أمثلة طبعاً إنما أنتوا إيه أنتوا تبقوا فاهرين بس الإطار العام إن احنا مش عايزين أي أحداث جسيمة في الوقت ده حتى ما تغيروش السرير بتاعه فهمتوا قصدي؟ طيب رابع مرحلة هي يوم الولادة بقى يوم الولادة في كل الأعمار يعني مهما كان عمر الطفلة أو الطفلة لازم الطفل يروح المستشفى يروح يوم الولادة لأن أي تصرف تاني ممكن يؤكد هواجس الإبعاد يعني مش لازم يروح يعني مش لازم يحضر لحظة الولادة بس قصدي لازم يروح إنما ما يبقاش بقى يبعد في بيت جدته ولا خالته ولا خاله ولا عمته لا لازم يروح المستشفى بقى قرر مش لازم يروح لحظة الولادة وطبعاً ممكن لحظة الولادة دي يحضرها عادي مش هيحضر جوه يعني قصدي تنزلوا كلكم في التوجه الى المستشفى بس قصدي ايه لو افترضنا مثلا انكم نزلين خلاص للتجاه الى الولادة وانتوا راحين بتقابلوا حد مثلا من قريبك ولا بتاع الطفل بيجو بيجو وراه او هو بيكمل معاك او بتاع وهكذا انما فكرة ان هو يلاقي مامته وبابا مش موجودين فجأة بسبب الولادة دي وهو مبعد في مكان بعيد لا ده غلط وافضل سيناريو ان هو يروح المستشفى ويرجع مع بابا خلاص يعني ده افضل سيناريو لانه احيانا الطفل بقى مش بيتنسي يعني يتلاقيه رايح المستشفى مع خالته وراجع مع ابن عمته ورايح تاني مع جدته فهو بيحس ان هو ايه يعني هو ما عندوش طرف سابت والطرف الاصيل في الموضوع الاب والام اللي هو شديد التعلق بيهم سايبينه ده اللي غلط لا يجب ان الطفل يدخل على الام اذا كانت في حالة صحية غير جيدة يعني ايه يعني فيه امهات بيولدوا ولادة طبيعية بس تكون ولادة متعسرة شوي او بيولدوا ولادة قيصرية وبيبقوا تعبدين بعدها شوي مع عملية جراحية او ان يكون متصل بجسمها مثلا محليل طبية لا الطفل هنا ما بيدخلش على مامته في الحالة اللي زي دي خلاص من بعد كده بس بنشاور لها وبتعاون نخش لها بعد شوي مش لازم بقى لانه هو يخش بقى عايز يطلع جنبك على السرير وما الى ذلك يا ريت وانتي بتحضري شنطة الولادة ما تنسيش تاخدي صورة لابنك او بنتك الكبار دول وحطيها جنبك في المستشفى دي الموضوع ده بيفرق مع الاطفال جدا انه وانتي والدة كده وقاعدة على السرير وهو بقى بيجاي يطمن عليك او جاي يسلم عليك وينسي كدك ويبص يلاقي صورته يا الموضوع ده بيبقى فارق معا جدا جدا ما عندكوش فكرة يعني الامهات اللي بينتبهوا للحكاية دي مجرد انه اكيد لو صورة عندكو في البيت في برواز ولا خدي بس الصورة من ضمن الشنطة يعني بس خلاص لازم كمان التنبيه على افراد الاسرة ان يكون التعامل مع الطفل بكل طبيعية وبكل تلقائية يعني فاكرين الاخطاء اللي قلناها في الاول اللي هو ما نعودش نقول له بقى ده ممتك هتفضل تحبك ده ممتك اللي هو تخيله بقى لو انتو قلته كده وجوم الاقارب قاله كده كمان فاللوها بالنسبة للطفل ايه في ايه يعني اللي هو انتو ليه هتفضلوا تحبوني وانتو ايه اللي هيخليكم تكرهوني هو الصغير بقى اللي جده هو هيربطها كده على طول انا مش بهذر يعني هو ده ده اللي بيكون في دماغ الطفل في هذا الوقت ربنا يا رب بإذن الله اولا يعني اولا يرزق كل اللي عايزين يبقى عندهم أطفال بشكل عام واللي عايزين عندهم أطفال الطفل التاني وما نزودش عن التاني بقى عشان يتربوا حلو ويتعلموا حلو ويبقوا مش ناقصهم حاجة وينزل عليكم كده الهدوء وحسن التصرف مع أولادكم الكبار لأن الموضوع بيبقى جميل جدا وبلاش انتو تدخلوا التجربة بتوقعات سلبية لأنه ايه اللي بيتوقع حاجة وحشة بعد الشهر يعني بيستحضرها واللي بيتوقع كده التيسير والبساطة وان الأمور هتمشي كويس وخاصة بقى لو ده كمان مبني على أسس علمية ونصايح صدقة اتقلت لكم وانتو هتنفذوها فان شاء الله هتعدوا من هذا الأمر أو من هذه التجربة بكل المكاسب وربنا يبدع عننا جميعا أي خسائر خلص موضوعنا التاني في حلقة النهاردة هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل يحكى أنه ما زال متواصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التالت والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أنه هنتكلم في هذا الجزء عن أنيميا نقص الحديد عند الأطفال وده الحقيقة موضوع مهم جدا ومهم قوي أن حضراتكم تكونوا عارفين فيه المعلومات الأولية الهامة لتجنب خطر الإصابة بهذه الحالة المرضية الخطيرة الأنيميا مش حالة عادية الأنيميا أو أنيميا نقص الحديد تحديدا مش حالة عادية وأنا بقول لكم الكلام ده لأن الإحصائيات الحقيقة بتورينا أرقام يعني كبيرة في حين أن إحنا ممكن نتجنب هذا يعني هذه الحالة ونتجنب الإصابة بهذا المرض لو عرفنا بس إيه المعلومات الصح اللي المفروض نبقى يعني على دراية بيها في هذا الأمر الدم الدم بتاعنا بيحتوي على عدة أنواع مختلفة من الخلايا أنا هبدأ معكم الموضوع بس من الأول عشان تبقوا فاهمين يعني إيه أنيميا نقص الحديد الدم فيه أنواع مختلفة من الخلايا أكتر الخلايا دي من حيث العدد هي خلايا كرات الدم الحمراء أو الخلايا الحمراء اسمها كرات الدم الحمراء Red Blood Cells وسبحان الله أن الخلايا الأكبر في العدد دي هي المسؤولة عن امتصاص الأكسوجين في الرئتين وتوزيعه على كل أجزاء الجسم تمام كده طيب الخلايا دي بتحتوي على صبغة حمراء اسمها الهيموجلوبين كلكم عارفين يعني إيه الهيموجلوبين ده الصبغة اللي لونها أحمر اللي بتكون موجودة جوها الخلايا والهيموجلوبين ده هو المسؤول عن نقل الأكسوجين لأنسجة الجسم المختلفة مش بس كده ده بيسلم الأنسجة دي أو الخلايا بتاعت الأنسجة دي الأكسوجين وياخد منها ثاني أكسيد الكربون اللي ممكن اعتباره كده زي الفضلات بتاعت الأنسجة الهيموجلوبين هو اللي بيعمل حكاية دي فقر الدم أو الأنيميا هو الحالة المرضية اللي بيقل فيها الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمر فبالتالي بتقل قدرة الدم على نقل المقدار اللازم من الأكسوجين لخلايا الجسم علشان الخلايا دي تشتغل أو تنمو طيب الأنيميا بقى بتحصل ليه؟ أسباب كتير منها بطء انتاج خلايا الدم الحمر يعني من الأساس الخلايا دي ما بتنتجش كتير أو إنها انتجت بس اتدمرت يعني تدمير عدد كبير من خلايا الدم الحمر أو عدم وجود مقدار كافي من الهيموجلوبين داخل الخلايا الدم الحمر يعني ممكن تلاقوا العدد عادي بس كمية الهيموجلوبين اللي موجودة جوها الخلايا هي اللي قليلة وده من أهم الأسباب اللي هنرجع له بقى دلوقتي فهمين قصدي يعني العدد طبيعي إنما الصبغة الهيموجلوبين بقى اللي جوها الخلايا دي قليلة ممكن كمان الأنيميا تحصل نتيجة فقدان الجسم لخلايا الدم زي إيه؟ زي لقدر اللي ما بيحصل في النزيف مثلا سواء النزيف الخارجي أو الداخلي وده برضو من أسباب الأنيميا طيب عند الأطفال بقى إيه اللي بيحصل فأغلب الأطفال اللي عندهم أنيميا بيكون السبب هو نقص الحديد في تغذيته قال له طب إيه علاقت الحديد بالموضوع؟ هقول لكم الحديد هو أهم عنصر مطلوب عشان إنتاج الهيموجلوبين الهيموجلوبين اللي في خلايا الدم الحمر اللي بيعمل كل الشغل ده نقص الحديد يخلي الهيموجلوبين ده ينقص إنتاجه ومن هنا نقدر نقول أن أنيميا نقص الحديد هي أشهر أنواع الأنيميا عند الأطفال وأكثرها انتشارا وبالمناسبة دي عايزة نبه حضراتكم لحاجة مهمة جدا أحيانا في أمهات بيقدموا لأطفالهم الحليب البقري اللي احنا بنشربه ده في الشهور الأولى من العمر وده بيحصل لأسباب كتيرة وكلها غلط يعني كل الأسباب دي غلط زي إيه الأسباب دي زي أن الأمة ما تكونش قادرة تردع طفلها رضاعة طبيعية فتقدم للطفل الحليب البقري بدل اللبن الصناعي يعني تلاقي الدكتور كتب لها يقول لها خلاص مش هينفعل الرضاعة الطبيعية معاك خلاص هتقضي اللبن الصناعي ده تردعي منه تقول لك لأ أنا هتديله بقى لبن بقري طب ليه بتعملي كده على أساس أنه أفيد أفيد للطفل طبعا ده غلط أمهات تانية أطفالهم بتتوقف عن الرضاعة الطبيعية يعني تلاقي الأمة تقول إيه أنا الطفل عندي بعد ست شهور ولا بعد ثمان شهور فجأة كده بطل رضاعة فتلاقي بقى أنا حواليها أقولولها إيه كمليله بلبن عادي من اللي احنا بنشربه بس يغليه وبتاع لكن ده لا ده غلط فيغلطوا برضو الأمهات ويكملوا الرضاعة أطفالهم باللبن البقري العادي وده غلط أمهات تالتة يكونوا بيرضعوا أطفالهم رضاعة صناعية من الأول يعني هم من الأول كان القرار أنه مش نافع رضاعة طبيعية فييجي رضاعة صناعية فيقوموا هم من نفسهم يقرروا يزودوا اللبن البقري ليه؟ عشان معتقدين أن ده كويس ومفيد للتفقص اللبن الصناعي بس الواحده مش هيفيد فأنا قلت دعم معايا كل ده غلط وزي ما قلت مرة قبل كده وهقول مرة جديدة لحضراتكم أن اللبن البقري هو مادة غزائية اعتبروا يا جماعة خضار يعني شوفوا أنا وصلتوني لإيه يعني نوع أكل زي وزي الخضار والفواكه والفراخ وهكذا ما تتعاملوش معها لأنه مادة رضاعة الله يكرمكو اللبن الحليب ده مش مادة رضاعة خالص وممنوع تقديمه للطفل إلا بعد نهاية العام الأول طيب ليه أنا قلت المعلومة اللي دي يعني لليه أقحمت هذه المعلومة وإحنا بنتكلم عن أنيميا نقص الحديد لأن اللبن البقري اللي هو اللبن الحليب البقري غلط في الشهور الأولى هو ليه غلط بقى لأنه بيختوي أصلا على كمية قليلة جدا من الحديد جزء قليل قوي من القليل أصلا ده بيتم امتصاصه من خلال الأمعاء الدقيقة ثانيا اللبن البقري إذا تقدم للطفل قبل مرور عام بيسبب تهيج لبطانة الأمعاء الدقيقة منطقة كده أو يعني البطانة دي اسمها مايكرو فيلاي بيبقى فيها زي براشز كده زي الفرشة كده رقيقة جدا اللبن البقري بيعمل التهاب في البطانة الداخلية الأمعاء الدقيقة عند الأطفال الالتهاب ده بيؤدي إلى فقدان بعض الدم وبالتالي يحصل انخفاض في عدد الخلايا الحمرة وده يسبب فقر الدم أو الأنيميا زي ما عرفنا شفتوا بقى الموضوع الحاجات مرتبطة بعضها ازاي يعني شوية لبن انت ممكن تديهم للطفل وفاكرة ان هم مفيدين بس هم لا معدهم صح ولا ولا هم ولا ولا الغرض منهم دلوقتي حاجة مش يعمل حاجة بس ممكن يضروا من زاوية تانية خالص طبعا في حالات مرضية تانية بيحصل فيها الأنيميا زي حمد مثلا ان حمد الفولك يكون قليل الوالفولك أسد يكون قليل في أكل الطفل أو ان الدم ما يكونش بيحصلوا التجلط الطبيعي عند النزيف يعني لما الطفل ده يجرح ولا حاجة اللي قدر الله فيفضل الدم ما يقفش بالسهولة وده بيحصل في حالات نقص فيتامين ك في الدم عشان كده كل الأطفال دلوقتي بعد الولادة بياخدوا حقنة في العضل من فيتامين ك عند الولادة تلقوم قدوا الحقنة دي على طول جوه لجوه مكان الولادة وده تحديدا عشان جرح السرة اللي هو مكان التقاء يعني الاتصال ما بين الجنين والأم عن طريق الحبل السري اللي هو بيطلع من السر فلما الحبل ده بيتقطع بالكلام بالطبي أو بالمخص الطبي يعني خلاص لازم تتداخد الحقنة دي على طول عشان النزيف ده يقف تمام الأنيميا كمان ممكن تحصل لو كانت خلايا الدم الحمرة ميلة للتحلل في مرض كده وهنا بيكون اسمها فقر الدم الانحلالي أو هيموليتك أنيميا يعني الخلايا نفسها عندها مرض دي خليها تتحلل كده ممكن برضو الأنيميا تحصل بسبب اضطرابات في سطح الخلايا الحمراء وأخيرا في نوع خطير من الأنيميا اسمه أنيميا الخلايا المينجالية اللي هو السيكلسي الأنيميا ودي حالة خطيرة بتستدعي دخول الطفل المصاب للمستشفى بشكل متكرر نرجع بقى لأشهر الأنواع زي ما قلنا وأكثرها انتشارا وهي أنيميا نقص الحديد وبسرعة هقول لحضراتكم العلامات والأعراض بتاعتها يعني إحنا بنتكلم على الأطفال بقى لكلهم يعني الأطفال لأن الأنيميا دي بتظهر على الأطفال بقى في السن اعتبارا كده يعني لو هو بيرضع طبيعي أو بيرضع صناعي وتمام وإحنا واخدين بالنا منه بتبتدي تظهر الأعراض دي في أي وقت بس بتبتدي تظهر قوي يعني بيكون فرصة الإصابة بيها من بعد السنة الأولى يعني طفلي بعنده سنة سنتين تلاتة أربعة في بداية سن المدرسة إحنا الإحصائيات الطبية اللي بنقراها بنكتشف فيها إن في عدد كبير من أطفال المدارس الابتدائية اللي هو الأول خالص مدارس عندهم الإصابة بأنيميا نقص الحديد طب إيه علامتها عشان برضو إحنا نبقى عارفين بيظهر على الجلد شحوب يعني الجلد بيبقى باهد كده واللونه اللون الزهري اللون بتاع الجلد ده بيكون أقل من المعتاد بس مش في الجلد بقى بيكون بايد في الشفاتين في الشفايف وبطانة الجفون اللي هو بصه شوف أنا بعمل الانهاز زي خلاص وتحت الضوافر أهي مش الضفر اللي بيتقص لأ اللي هو المنطقة دي اللي هي تحت الضفر تموص لوه بيضة خلاص يبقى خلوا بالكوا ههو تحت الأظافر بطانة الجفون دي من العلامات المهمة قوي والشفايف حتى لما نروح للدكتور تلو دكتورة بيكشفه كده تلو بيعمل بق الطفل كده وبيشوف إيه دي واخدين بالكوا يعني دي حاجات دي على مطبية بس أنا بقولها لكوا والجلد زي ما قلنا بيبقى إيه بيبقى شاحب الأطفال برضو المصابين بقى نيميا نقص الحديد بيكونوا بصفة عامة بقى سريع الغضب بيتعصبوا بسرعة وعندهم ضعف وميل إلى التعب السريع يعني بيتعبوا بسرعة برضو وتلاقيهم ينهجوا أو عندهم قصر نفس يعني قصر النفس اللي هو النهجان بينهجوا من أقل المجهود وتلاقي عندهم سرعة في ضربات القلب يعني لو أنت حاضن ابنك أو بنتك كده وبتعبوا تدس لها قلبه ماشي بسرعة طبعا ضربات القلب عند الأطفال أسرع مننا بس أنا باتكلم هنا عن سرعة غير غير اللي أنتوا عارفينها أو غير اللي أنتوا معتدين عليه ممكن كمان نلاحظ تورم في الإيدين والقدمين خلاص أنا بقول لكم الأعراض دي والأعراض دي تشخيصات طبية يعني أنا معاك بس أنا بقول لكم ليه الأعراض دي في حال شكيتوا فيها روحوا للدكتور أنتوا فاهمين قصدي يعني فاهمين الغرض من اللي أنا بقوله يعني أنا مش بقول لكم عشان أنتوا اللي تقعدوا تشخصوا في البيت لا دي شغلة الأطباء بس لما تشكوا بقى في الحاجات دي كده طب ما نشوق طب وإحنا ليه نتأخر تقول أنت لزوجك كده أو زوجك أو الزوج يقول للمرأة طب وإحنا ليه نتأخر مع الدكتور موجود ده كثرة موجودين نروح للدكتور ونعمل تحليل صورة دم كاملة ونروح للدكتور ناخد التحليل كامل ونروح للدكتور الدكتور يكشف ويبص في تحليل ويقول لنا فيه طمين تمام إذا استمرت الحالة بدون علاج ممكن يحصل لقدر الله مشاكل في النمو الطبيعي ودي خطورة بقى المسألة وتشخيص الموضوع زي ما لسه بقول لك جماعة بسيط إذا لاحزنا الأعراض دي نروح للدكتور الدكتور هيعمل إيه هيقوم بالكشف الطبي وهيأكد التشخيص من خلال تحليل صورة الدم الكاملة وتحليل مستويات الحديد في الدم ومش بس تحليل صورة الدم إحنا عايزين نعمل تحليل صورة الدم وتحليل مستويات الحديد والحديد له أنواع بقى في الدم المعامل بقى عارفينها أنتوا بقى متعرفوش عنها حاجة يعني أقول لما نروح المعمل لقوله إحنا عايزين نعرف الحديد كله الحديد بقى اللي هو الحديد والحاجة اسمها الفريتين وكده يعني فيه تلت تحليل كده بيتعاملوا بيكونوا إيه تحليل كويسة أو دقيقة يعني طيب طبعا العلاج بيعتمد على تصحيح الشكل الغذائي لطعام الطفل يعني الجزء الرئيسي في العلاج عشان تبقوا فاهمين مش الدواء الدواء مهم جدا بس الواحده مش كفاية لازم أكل الطفل يكون فيه أنواع متعددة من الحديد فيه حاجات في الأكل فيها حديد كتير جدا وحضراتكم ما تعرفوش أو جزء كبير من حضراتكم ما يعرفوش فيه أنواع من الأكل كتيرة جدا مفيدة جدا لإنها بتحتوي على كمية كبيرة قوي من الحديد بس الناس فاكرة كله أن الحديد موجود في إيه موجود في التفاح وموجود في الموز مع أنه مثلا البلح اللي هو التمر من أغنى المصادر بالحديد العدس البني العدس بتاع الكشري ده خلاص شوف أنا بقول لكم إيه بتاع الكشري لأن إحنا العدس ده لو تعلمنا أن إحنا نديه للأطفال أو إحنا ناكله مش لازم في الكشري أو حتى في كشري مش مشكلة ده كويس جدا يبقى البلح من المصادر المهمة جدا العدس البني اللحمة الحمرة البنجر التين البرشومي التين التين ده خلاص الأرسيا السبانخ الكبدة بس مش كتير يعني الأطفال أو حتى الكبار يأكلوا كبدة مرة في الأسبوع بس خلاص من المصادر الغنية أو الحديد الجرجير الملوخية التفاح الكمترة الموز العسل لسود البتنجان الطماطم عصير الرمان كل دي أو الرمان طبعا شخصيا يعني الرمان أو عصير كل دي حاجات العنب فيها حديد كل دي حاجات فيها حديد وحديد كويس يعني حديد جامد حلو فتخيلوا بقى ده لما الطفل عشان كده بقى الأمة أو الأب اللي عندهم طفل عنده أنيميا نقصة حديد والأم تقولي يا سمع بيحبش اللحمة أنتو فاهمين أطبع الحاجات دي كلها موجودة يا جماعة دا حتى الطمر دا أنا قلتلكم قبل كده أنه مش لازم نديه للطفل صريح مع أنه هو حلو يعني هو كويس في حد ذاته كده كويس يدخل في المخبوزات حتى اللي تتبع في الأفران الحاجات الحلوة اللي بتحط فيها عجوة دي ما هو العجوة دي يا طمر خلوا بالكوا قوي من الحاجات دي فيتامين سي بيزود امتصاص الحديد في الجسم فيتامين سي عشان كده أنا بنصح كل الأمهات اللي بيدوا لدهم دوى حديد يعني بعد ما تديله جرعة الحديد اديله شوية كده من عصير برطقان أو عصير لمون أو أكلوه حاجة فيها فيتامين سي فهمتوا قصدي لأن فيتامين سي بيزود امتصاص الجسم للحديد بيقل امتصاص الحديد في الجسم بسبب الشاي وهنا الناس ممكن تقول شاي إيه الأطفال لا في عادة شهيرة جدا إن فيه أمات بيدوا الأطفال بسكوت يسقوه في شاي ودي عادة خطيرة جدا وزي ما قلتلكم بقالي سنين الحقيقة بقول الموضوع ده إن العادة دي عادة خطيرة جدا بنسبة الأسنان للأطفال وبتسبب الأنيميا لأن الشاي بيمنع امتصاص الحديد القهوة بيمنع امتصاص الحديد وأنا بقول لكم القهوة وأنا مكسوف الحقيقة لأن بقيت أشوف أطفال أطفال بالمعنى الحرفي بيخرجوا كده في أماكن خروجوا ويطلبوا قهوة مسلجة وكده وبيعتبروا إن ده المشروب القومي يعني مشروب المرحلة وده غلط وغلط على اللي بيبيعوها للأطفال الصغيرين لو أطفال عندها 8 سنين و9 سنين يقول لك frozen coffee وحاجات كده وأنواع بقى مختلفة بس الفكرة كلها إنه مضروبة يعني مع تلج فتبقى بردة ساعة إنما هي في الأول وفي الآخر قهوة فالقهوة ليها أضرار خلاص غير بقى أن القهوة بتمنع عن تصاص الحديد المسكنات بشكل عام وأدوية علاج النقرس وأدوية الحموضة واللب اللب بكل أنواعه بيمنع عن تصاص الحديد طبعا المصادر الغذائية اللي احنا قلناها من شوية كلها مهمة بالإضافة للأدوية واللي بتكون في سورة نقط للأطفال الصغيرين أو سائل أو أقراص للأطفال الأكبر وهنا عايز أقول للحضراتكم نصيحة أو نصيح سريعة جدا جدا بخصوص الأدوية ممنوع ناخد الأدوية من نفسنا من غير ما نرجع للطبيب يعني ممنوع نسأل كده نقول له للصيدالي ايه ادينا حديد ادينا نوع حديد ما فيش حاجة اسمها كده الحديد أنواع وجرعات وأنواع بتنتص من حاجات معينة يعني فيه أنواع من الحديد بتنتص من الاثنى عشر ما بتدخلش يعني بتدخل المعدة بس تنتص في الاثنى عشر فاهمين قصدي ممنوع إعطاء الدواء بالحليب لبن حليب لأن اللبن لبن 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 وممكن تنظيف الأسنان بعد تناول الدواء لأن الحديد بيترك لون على الأسنان لون غير دائم ومن لقش من الإمساك أو تغير لون البراز إلى لون الداكن وطبعا خامسا لازم كل الأدوية مش بس الحديد تكون بعيد تماما عن متناول إيدين الأطفال وزي ما قلتلكم ممنوع إن احنا نقدم اللبن الحليب للطفل قبل عمر سنة خلصت حلقتنا النهاردة في يحكى أن إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة سلام عليكم موسيقى